طيب هرجع معاك بقى تاني لمسألة الأشهر بتاعتنا هم أسميهم كده لإيه هو الشهر الأول اللي هو توت ده جاي من تحوت إله الحكمة اللي حكي عارفه اللي هو شهر جامعة الكاهرة بشانس ده برضو مرتبط بالإله خونس فيه الإله اللي هو الشهر اللي هو مصري ده جاي من مصر رع مولود رع وتقاس على كده كل الشهور كل الأشهر زي ما حدقك عارف الأمثال الشعبية المرتبطة زي طوبة يخلي الشابة كركوبة بابة يدخل يعني يوفل الباب أو حاجة زي كده كناية عن الشتاء هطور الشهر اللي هو بقونة هات المعونة عشان نهو يحط المقونة للبيت بشانس اللي هو يكنس الغيت كانس كناية عن نهو خلاص ضم المحصول فكل الشهور دي أسماء المصريون القدماء زي ما حكي عارف دايما بيربطوا الشهور بالأحداث اللي بتحصل الأمشير اللي هو فيه الزعبيب كتير بتاعت أمشير وهكذا وكل الأسماء دي يعني الأمشير دا جاية من كلمة جعبيب أم مخير دا برضو جعبيب مخير جعبيب من اللواء الزعبيب فكل الشهور الإبطية دي مرتبطة بأحداث زي ما حكي قلت جدتي كانت بحفظهم صمت دلوقتي فيه ناس كتير متعرفش بردوه دا تلاتر بعدة مش عارفين اه فكل الشهور دي جاية من إن المصر القديم كان بيشاهد زواهر معينة فبيربطها بالشهور دي عشان تسهله ولذلك الفلاح المصر القديم والفلاح دلوقتي هو الفلاح دلوقتي في الريف المصر القديم بتحس إن انت عايش في هام الفرعان بيستخدم كل الأدوات اللي المصر القديم يستخدم يعني احنا في الحفار ممكن نطلع أدوات بنيجي نبص كده للاقي نفس الأدوات اللي المصر القديم بيستخدمها دلوقتي الشادوف بتاع الميا دا احنا مطلعين حاجات يعني المسلم اللي فات في اكتشافات الدكتور زي حواس والدكتور مصطفى وزير البعثة المصرية طلعنا أدوات زراعية يعني حاجة بتبص كده أن تحس أن الناس ماشي على نفس الوتيرة لحد دلوقتي الست في مصر القديمة كانت نبت بر الست في الصعيد اللي هم مرتبطين للعادات والتقاليد دلوقتي تحس أنها بيسموها الفرعونة أو أنها مسكة العيلة كلها نبت بر سيدة البيت هو هو يعني إحنا هتحس أن إحنا في جزء كبير مننا واخد حاجات كتير من الفرعنة أوي أنا لاحظت أنه ساعات كنت لما عدقرة يعني في علم المصريات حبتين ألاقي أن إحنا حتى في كلامنا العامي الدارج ده مليان كلمات من مصر القديم